دخلت الموهبة بالصدفة لكن اللي انت موهبتك اكتشفتها بالصدفة مش هسدها قبل فقولي بقى اشتغلت ازاي على سقل الموهبة الخاصة بيك المقامات يعني فيه ما شاء الله تنوع في طبقات الصدفة كمان يعني بص هو انا ابتدتها طبعا الحن بقى في الكنيسة وترانيم وكده وانا عندي ست اثنين تقريبا وابتدت عيلتي بقى تنميلي الموضوع شوية ازاي بقى يعني ابتدوا ان هما يسمعوني اغاني كتير ويسمعوني حاجات كتير عشان ابتدي اذكرها جابوا لي بيانو عندك حد في العيلة بيانو؟ والدي وخالي من الاصفات الكويسة اه انشاءت برضو ولا غنى؟ لا لا غنى عيد وغنى كده يلا هو تفاريح زي ما بيقولوا بالبلاد فجابوا لي بيانو وانا عدت علمت نفس بيانو الواحدي برضو وانا عندي ست سنين وابتدت بان انا اسمع كتير اسمع كتير ما درستش بصراحة اي حاجة لي علاقة بالمزيكة خالص لحد دلوقتي اه اللي خلينا اتعلم بقى المقامات والحاجات دي كلها ان انا بشوف الحاجات الصعبة فين وارح الله وزاكرة الواحدي فهو ده اللي خلاني اتميز شوية تبيعمل اي حاجة صعبة بالتالي بيشتغل بالزبط ايه اصعب حاجة في الانشاد وانت بتشتغل عليها كانت بالنسبة لك فيها تحدي انا هكسر الخوف او الرهبة وهقولها هنشد ده مولاي اه للامانة ما قابلتنيش لحد دلوقتي اي حاجة نسمعه لا احنا نسمع منك الاغنية اللي تحب تعايد بيها صحابك او دايما صحابك تطلبه منك ايه دغنية لا نغني بقى غني كتير او بقى احنا نبقى نشلة كده عاديين نوع نغني بقى بص هو يعني الانشاد هو كده كده صعب بصراحة بس الواحد لما بيشوف يعني مولاي مثلا من اصعب الانشاد اللي موجودة لان انت بقيتها عالية جدا خدت فيها تحدي ان انا قلتها مرة اعلى من نقشة بانتي اعلى من النقشة بانتي تونونس هم